نحن هنا أمام مرفأ شربور العسكري الشهير شمال غرب فرنسا والذي أمر لويس السادس عشر ببنائه قبل حوالى ربع قرن يضم هذا المرفأ مصنعا كبيرا لنفال جروب وهي المجموعة الفرنسية المتخصصة في الصناعات العسكرية الحربية والتي خسرت مؤخرا عقد الغواصات لإستراليا على مدى خمس سنوات تفرغ حوالى خمسمائة موظف وعامل وإداري ومهندس لصنع اثنتين عشر تغواصة تقليدية لإستراليا قيمة صفقتها ستة وخمسون مليار يورو بالتعاون مع ورشة فرنسية كبيرة في مدينة أدليد جنوب إستراليا وفجأة ذهب عمل كل هؤلاء سودان عندما أعلنت بريطانيا وأمريكا وأستراليا عن صفقة بديلة عدد الإستراليين الموجودين هنا في شربور يبلغ حوالى التسعين كانوا يستعدون للمجيء بأفراد عائلاتهم لتعلم اللغة الفرنسية في إحدى مدارس المدينة وكان عدد الإستراليين مرشحا لأن يصبح بالمئات هنا من الآن وحتى حلول العام 2030 الموعد المبدأ لإنجاز الصفقة التي ألغيت في النهاية عقد مجلس الدفاع الفرنسي اجتماعا برئاسة ماكرون الذي يواصل اتصالاته مع قادة العالم بعد أن حصل على دعم الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر وزراء خارجية دولها أن ما أصاب فرنسا في قضية الغواصات ليس مسألة تنائية بينها وبين كل من إستراليا وأمريكا وبريطانيا بل هو مسألة تؤثر على كل الأوروبيين موسيقى